موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى إن الله يحدث نبيه ويحدثنا بالقرآن عن أخبار الأمم الماضية كيف انطلق الأنبياء معهم وكيف بلغوهم رسالات الله وكيف انقسم الناس بين مؤمن بالرسالات وبين متمرد عليها وكافر بها إن الله يقص علينا أنباء ما قد سبق لنعتبر ولنأخذ الدرس من ذلك كله وقد آتيناك من لدنا ذكرى وقد أرسلنا إليك رسالة وأنزلنا عليك وحيا وأردنا لك وللناس من حولك ومن بعدك أن تقرأ وأن تتدبر وأن تعمل به وأن تجعله نهجك في كل الحياة من أعرض عنه من أعرض عن كتاب الله وعن الذكر الذي أنزله الله من أعرض عنه ولم يعمل به واتبع هواه فإنه يحمل يوم القيامة وزراء يحمل يوم القيامة ثقل خطاياه وثقل إعراضه عن رسالة ربه بما يجعل حسابه عسيرا وبما يجعل ميزانه ميزانا خفيفا فإنه يحمل يوم القيامة وزراء والوزر هنا كناية عن العذاب وكناية عما يلاقيه الإنسان في يوم القيامة جزاء ما أسلف من أعماله من كفر ومن فسق وانحراف عن الخط خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يعني أن الإنسان الذي يحمل وزراء إعراضه عن كتاب ربه وابتعاده عن الخط المستقيم هذا الإنسان سوف يحمل حملا سيئا ولن يملك النجاة في ذلك كله ماذا يواجه الإنسان يوم القيامة وكيف يأتي يوم القيامة يوم ينفخ في الصور هذا النفخ الذي يقيم الأموات من أجداثهم والذي يدفع الناس إلى الحشر حيث يجتمعون أمام الله ونحشر المجرمين الذين أجرموا في حق الله فكفروا به ولم يوحدوه في العبادة والمجرمين الذين أجرموا في حق الناس من حولهم وفي حق الحياة كلها ونحشر المجرمين يومئذ زرقا طبعا الزرقا كيف واحد لما يزرق هيك لما يكون في حالة ألم ويكون في حالة مرض يصير هيك لونه لون أزرق فهذا كناية عما يلاقونه من الآلام التي تجعل ألوانهم ألوانا زرقاء يتخافتون بينهم يعني واحد بيحكي مع واحد بالسر بكلام الإخفات إن لبثتم إلا عشرة يعني كم لبثنا في الدنيا طبعا واحد قد يكون عايز ستين سنة سبعين سنة لكنهم يفقدون إحساسهم بالزمن نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة يعني أكثرهم وعيا إن لبثتم إلا يوم لأنهم لا يحسون بالزمن الذي مر عليهم ويسألونك عن الجبال عندما تقوم القيامة وعندما يحشر الناس إلى ربهم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا يعني متساوية لا ترى فيها عوجا يعني ما في شيء طريق أعوج ولا أمتى ولا شيء مرتفع وأنها متساوية على صعيد الأرض بحيث أنه ما في هناك لا في كواع ولا في هناك أيضا شيء أعلى من شيء يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يعني ينطلقون إلى دعوة الله الواضحة المستقيمة وخشعت الأصوات للرحمن عندما يطل الله سبحانه وتعالى على المحشر بعظمته عند ذلك يخشع الجميع أمام الله أمام عظمة الله سبحانه وتعالى فلا تسمع إلا همسا لأنه عندما يعيش الناس حالة الهيبة وحالة العظم الإلهية عند ذلك بعد لا يجرؤون على أن يتكلموا بصوت عال وإنما يهمسون همسا لأنهم يعخافون من الله سبحانه وتعالى في هيبته وعظمته يومئذ لا تنفع الشفاعة يعني كثير من الناس الذين كانوا يشفعون في الدنيا لأنهم يملكون مواقع متقدمة يملكون مواقع متقدمة في السياسة ويملكون مواقع متقدمة في المال أو في الحياة الاجتماعية عند ذلك الذين كان الناس يقصدونهم ليشفعوا لهم عند هذا الكبير وعند هذا الإنسان النافذ وما إلى ذلك يوم القيامة هؤلاء لا يملكون الشفاعة ولذلك لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعني الشفاعة إنما تكون لمن أذن الله له في الشفاعة فليس لأحد أن يشفع باختياره ولا أن يشفع بذاته ولكن الله هو الذي يأذن لمن قربه من أنبيائه ومن أوليائه لأن يشفع ورضي له قولا رضي له أن يتحدث معه وأن يطلب منه أن يغفر لذا ويغفر لذا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فالخلق كلهم مكشوفون لله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم مما يقبلون عليه وما خلفهم مما أسلفوه ومما عاشوه ولا يحيطون به علما لأنهم لا يستطيعون أن يعرفوا ذات الله ولا يستطيعون أن يعرفوا غيب الله سبحانه وتعالى فالناس مكشوفون لله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وهكذا يوم تبل السرائر يعني يوم تتمزق السرائر نحن كن الآن أسرارنا محجوبة في صدورنا وفي عقولنا يوم القيامة كلها تنكشف ينكشف ما في قلوبنا من النوايا ينكشف ما في عقولنا من الأفكار ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم يعني الوجوه كلها توجهت وخضعت للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما يعني خاب الظالمون سواء الظالمون لأنفسهم وذلك بالكفر أو بالفسق أو بالمعصية أو الظالمون للناس بالبغي والعدوان لا مكان للظالمين في يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى كما أراد للحياة أن تقوم على أساس العدل فقد أراد ليوم القيامة أن يقوم على أساس العدل اليوم تزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فالظالمون لا مكان لهم وإنما يحاسبون على ظلمهم فكل إنسان مظلوم في أي شيء مظلوم في نفسه مظلوم في ماله مظلوم في أهله في عرضه فإن الله سبحانه وتعالى سوف يقتص له من ظالمه ويقف أصحاب الحقوق الذين لهم حق عند هذا وعند ذاك ليقولوا يا رب يا عدل يا حكيم احكم بيننا وبين فلان فإنه ضربنا بغير حاق فإنه اغتابنا بغير حاق فإنه فتن بيننا بغير حاق فإنه حكم علينا بغير حاق فإنه ظن بنا ظن السوء بغير حاق وهكذا كل إنسان ظلم إنسانا فلابد للمظلوم أن يأخذ حقه وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام أن هناك ظلما لا يترك وأما الظلم المطلوب الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا أنت الآن في عندك سلطة على زوجتك تضربها تطردها من بيتها تسبها إلك سلطة على ابنك الصغير تفشخل أكفيه إلك سلطة على جارك الضعيف إلك سلطة على الناس أنك تغشهم أو أنت مسؤول في منظمة أو في حزب أنت حامل إسلاح أنت عندك وجاه بالدولة وتستطيع تظلم الناس ولكن ماذا عن يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ذاك الوقت ما فيه حد أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه لكل مرء وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة هذا الجو يوم القيامة ولذلك الإنسان ينبغي عندما الله يقول وقد خاب يعني له الخيبة في يوم القيامة ليس له شيء لذلك الإنسان إذا كان قد ظلم أحدا في مال فعليه أن يرجع إليه ماله وإذا كان قد ظلم أحدا فيه ضرب فعليه أن يتسامح منه إذا ظلم أحد فيه غيبة عليه أن يتسامح منه أو يستغفر له إذا لم يستطع وهكذا لأنه إحنا يوم بالدنيا يمكن على أنه نقدر على أنه يعني واحد بالدنيا يتحمل شوية هذا زعل منه إذا قال له سامحني ذاك كذا لكن يوم القيامة صعب النبي صلى الله عليه وآله عندما كان في آخر حياته خطب بالمسلمين كما يروى أن نقلهم على أنه من كان له عدة فليأتني أعطه إياه ومن ضربت جلدت له بشرا لضربت على جسمه فليأتني حتى يقتص مني مضمونها ولا ألا وإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة يعني واحد يقل لك والله أنا يمكن يصير عندي إحراج يصير عندي كذا لكن يوم القيامة عندما يؤخذ الحق منك أمام الناس كلهم ولذا الإمام علي يقول القصاص هناك شديد ليس جرحا بالمدى بالسكاكين ولا ضربا بالصياط على اللحم الحي ولكنه ما يستصغر ذلك معه لذلك الإنسان بده يتخفف من هذه الأثقال في الدنيا حتى يصل إلى ربه وليس لأحد حق عنده في ذلك كله وقد خاب من حمل ظلمة ومن يعمل من الصالحات من يعمل في الدنيا من الصالحات بحيث يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لأن الإيمان هو القاعدة التي يرتكز عليها العمل الصالح وبذلك يستحق الإنسان من الله سبحانه وتعالى يستحق الإنسان من الله الحسنات والأجر العظيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما لا يخاف أن يظلمه الله سبحانه وتعالى لأنه تعالى الله عن أن يظلم أحدا وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف ولا هضما يعني ولا يخاف إنقاصا من حقه إن الله سبحانه وتعالى يقول لا يظلم الناس شيئا في كل شيء الله سبحانه وتعالى حتى الذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فالله سبحانه وتعالى لا يغمط الناس حقهم وهكذا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد يعني نوعنا فيه من الوعيد الذي يتوعد فيه الله الناس إذا أخطأوا لعلهم يتقون لعلهم يتقون الله ويخافون الله عندما يقرؤون القرآن ويتدبرون القرآن ويعرفون ما ينزل بهم من عذاب الله سبحانه وتعالى أو يحدث لهم ذكرى أن يتذكروا ويخرجوا من هذه الغفلة التي تطوق على عقولهم وعلى قلوبهم لأن الإنسان إذا خرجوا ناس إذا خرجوا من غفلتهم وانفتحوا على الله فإن الله سبحانه وتعالى ينفتح عليهم بنعمته ورحمته ولطفه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة